موسيقى موسيقى وسط حلمها الصغير الذي تحول في هذا المكان إلى مشروع يسند عائلتها ويخدم محيطها استقبلتنا السيدة عائدة في بلدة حديدة بريف حمص الغربي لنعيش معها تفاصيل يوميات أم عرفت أسمى معاني التضحية والعطاء باستشهاد ابنها الشهيد البطل محمود موسى عام 2012 التاريخ الذي زادها صلبة وعزيمة بعد أن اختبرت أسمى معاني العطاء كان يخدم مدرسة المشاة كيف تلقيت الخبر كان صعب كتير أنا من أربع سنين بلشت بالمهنة بشكل مصغر وروب لجيراننا قريبيننا للولاد بعدها صاروا يشوفوا شغلي وهيك بعدين عاد صاروا يطلبوا مني أنه توسعها شوي كنا نجيب كمية قليلة صارنا عاد شوية شوي صار زوج يجيب مثلا يجيب زيت كمية الحليب بعدين عاد توسع شوي شوي صارنا نعمل قلبة جبني لبني غير اللبن يعني يعني تأسس بعشر سطولة لبن بدي أقول فعلا تأسس كان نعمل عشر سطولة لبن وبعدين عاد شوي شوي صارت العالم تطلب صارت العالم تشجعنا أنه ساو أريشي ساو شنكلي ساو هال مشتقات الألبان كلها والحمد لله صار توسعها شوي في مناسبة عيد الأم بقول كل عاموهنين بخير وبشد على أيدن وبقى أنا قويت فين بقول لكل أمهات سورية اللي عندها مشروع صغير تتأويت تشتغل يعني فعلا الواحد يعني بشتغل بكرامته بيربي اللي عنده بيلبيله طلباته يعني موعي بالشغل عيب أن الواحد يحتاج هي الإرادة التي ما إن امتلكتها حتى تفتح أبواب كانت مغلقة أمامك وهي صورة أم خبرت عظمة التضحية واستمرت بعطائها